فتحة اللجان الاقتراع أبوابها أمام النخابين للتصويت في هذه الانتخابات وكما رأينا أستاذ إسلام التوافد العديد من الجمهور على الاستفاف وعلى التصويت والمشاركة في عملية الانتخابية كيف ترى هذا المشهد المهيد؟ هي صورة وطرية جميلة جداً بتفكرنا بـ 30 يونيو 2013 ودايماً بتقول قد إيه الشعب المصري ده عظيم احنا شايفين الساعة 9 الصبح يعني في بداية اللجان وتوابير زي مع حضرتك شوفنا على الهوى منظر جميل جداً منظر بيقول إن الشعب ده واعي جداً هو مثقف جداً هو مدرك جداً من المخاطر والتحديدات اللي بتعدي به وداعم لدولته وقد إيه هو مقدر ما تم من إنجازات الفترة اللي فاتت كنا نتحدث منذ قليل عن تواجد أو مشاركة كبيرة من المحافظات الحدودية ماذا عن هذه المشاركة؟ يعني احنا من خلال رصدنا في ورفة تمليات حزب المصريين الأحرار لاحظنا إن في وجود مكسف وفي مشاركة مكسفة جداً من المحافظات الحدودية دايماً المحافظات الحدودية قابل شارك بيبعندها نسب مشاركة بس احنا شفناها اليومين اللي فاتوا على مدى اليومين الأولانيين في الانتخابات العدد تقريباً حصل مضاعفة فيه فبالتالي دي وبرضو فيه طوابير وفيه حالة من حالات يعني عايزين نقول أنا لازم أشارك أنا عندي حق أن أشارك أنا نازل أنتخب يعني فيه حالة من حالات المشاركة الجدة من هذه المحافظات أستاذ أحمد كما ذكرت أن هناك توافد كبير من المواطنين داخل المحافظات الحدودية هل مقامت به الدولة المصرية من تنمية عمرانية وثقافية وأيضاً تنمية للمواطن نفسه في هذه المحافظات هو ما أدى إلى مشاركة العديد من هؤلاء المواطنين بكثرة في هذه الانتخابات طبعاً فيه برامج كتيرة جداً اتقدمت الفترة اللي فاتت احنا شفنا برنامج التكافل والكرامة شفنا برنامج حياة كريمة شفنا كان فيه اهتمام خاص ببعض المحافظات اللي كانت مناطق بنقول عليها مناطق نائية وما وصلت لهاش التنمية لكن النهاردة في العشر سنين اللي فاتوا من بداية 2014 لغاية النهاردة بنتكلم على تنمية في كل شرعين الدولة المصرية من كافة من أول الحدود معنا مع ليبيا لغاية الأسوان لغاية النحية التانية في سينة في الشرق فبالتالي اعتقد ان ده رد زي ما احنا بنكلم ان كل حاجة لها جزور يعني النهاردة ما احنا بنشوف نتيجة لمجهودات على مدى عشر سنوات حصلت مش معناها ان انا النهاردة بس انا نازل انتخب عشان ظروف الدولية المتغيرات الدولية والتهدادات وبس لكن كمان ده نتيجة لما حدث من تطور وتنمية الفترة اللي فاتت دي كلها اشتركوا في القناة